عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرى دورتها الاعتيادية في مدينة الغيظة عاصمة المحافظة لمناقشة مستجدات الأوضاع والوقوف أمام أداء المكتب التنفيذي للعام 2018 وإقرار خطة العمل السياسي والتنظيمي للعام 2019 وعقدت الدورة الاعتيادية لهيئة الشورى الإصلاح المحلية في الجوف أو في المهرى تحت شعار صفا واحدا لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة وفي الاجتماع استعرض القائم بأعمال رئيس هيئة الشورى المحلية مستجدات الأوضاع والقضايا الهامة مؤكدا وقوف الإصلاح مع الدولة الشرعية وتعزيزها وتشجيعها للقيام بدورها في خدمة المواطن وحماية أمنه واستقراره وأن جهود الإصلاح لن تكون إلا في صف الدولة التي يجب أن تكون الملاذ الآمن للجميع وشهد رئيس الجولة بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مساندة الدولة في دحر الانقلاب واستعادة الشرعية ودعم المحافظة في مختلف مجالات التنمية والخدمات معبرا عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على مساندتهم لأبناء المحافظة في مشاريع التنمية والمساعدات المختلفة وقد خرجت الهيئة بالعديد من القرارات التي أحيلت إلى لجنة القرارات التنظيمية ولجنة التخطيط لاستيعابها في الخطط القادمة